موسيقى السلام عليكم اخفقت ميليشيا الانقلاب في تدشين العام الدراسي الجديد بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها نتيجة للإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ عام بينما فشل الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين في المحافظات الجنوبية وشهدت المدارس في عدن وأغلب المحافظات المحررة توافد آلاف الطلاب إليها من مختلف المستويات الدراسية في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش الأزمة التعليمية في محورين أسباب بدء العام الدراسي في مناطق الشرعية وتوقفه في مناطق الانقلاب ومدى تأثير انقسام العملية التعليمية على مستقبل الطلاب والطالبات في اليمن تشهد اليمن انقساما حدا في العملية التعليمية حيث تعيش عامين دراسيين عام دراسي في المحافظات المحررة وآخر في مناطق الانقلاب ويصل الانقسام إلى درجة محاولة الميليشيا تغيير المنهج التعليمية بنمط طائفي بالإضافة إلى الآثار التدميرية التي خلفتها الحرب على بنية المدارس تأتي عوامل أخرى مثل الوضع الاقتصادي وانقطاع الرواتب في مناطق الانقلاب وعدم انتظامها في بعض مناطق الشرعية ما تأثير هذا الانقسام التعليمي على مستقبل الأجيال اليمنية وما عوامل انتظام الدراسة في مناطق الشرعية وفشلها في مناطق الانقلاب وما هي التداعيات السلبية على عقول الطلاب بعد توجه الميليشيا لتغيير المناهج التعليمية كل هذه التساؤلات نناقشها في هذه الحلقة ولكن بعد متابعة هذا التقرير عاماني دراسيان في اليمن حيث توجه الطلاب إلى المدارس في مناطق الشرعية في السابع عشر من سبتمبر الماضي بينما ما زالت مقاعد الدراسة شاغرة في مناطق الانقلاب الاختلاف في زمن بدء الدراسة إحدى مظاهر الانقسام في العملية التعليمية كنتيجة لانقلاب سبتمبر 2014 وظل التعليم منذ ذلك الحين يعيش حالة غير منتظمة بسبب المواجهات وعدم جاهزية بعض المدارس إضافة إلى أزمة الرواتب وباستثناء مدينة تعز نجحت الشرعية في بدي عام دراسي جديد رغم دعوات الإضراب التي دعت إليها نقابة معلمي المحافظات الجنوبية وأكدت مصادر تعليمية توجه آلاف الطلاب للمدارس ويعيد البعض فشل الإضراب إلى انتظام صرف رواتب المعلمين في المحافظات الجنوبية لكن ميليشيا الحوثي وصالح أخفقت في تدشين الدراسة في المناطق المسيطرة عليها رغم محاولتها استخدام القوة لفرض عملية التعليم حيث دعت المعلمين ومدراء المدارس لبدء الدراسة السبت الماضي ياتي إخفاق الميليشيا الإنقلابية بعد دعوات الإضراب التي دعت إليه نقابة المعلمين الأسبوع الماضي معلنة استمراره حتى حل أزمة الرواتب أسوة بمعلمي المناطق المحررة وتشكل أزمة الرواتب إحدى العوامل الرئيسية لتدهور التعليم في اليمن حيث تمتنع الحكومة الشرعية عن إرسال رواتب الموظفين لصنعاء بينما ترفض ميليشيا الحوثي الكشف عن مصير إيرادات مؤسسات الدولة ويرى مراقبون أن تلك الإيرادات تذهب لجبهات القتال بدل صرفها على التعليم رغم الحرب والوضع الاقتصادي المتدهور انتظمت الدراسة في أغلب مناطق الشرعية لكن الطلاب في مناطق الانقلاب وبعض مناطق الشرعية لا يزالون في انتظار أمل مجهول حياكم الله ومشاهدين كرام وأبدأ هذه الحلقة مع أمين عام نقابة المعلمين في اليمن الأستاذ حسين الخولاني من الرياض مساء الخير أستاذ حسين مساء ورحمة المساء مرحبا بك أستاذ حسين عامان دراسيان جديدان يعني عام يبدأ في المناطق الخضعة لسيطرة الشرعية وعام دراسي آخر في مناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابين إلى أي مدى سيؤثر هذا الانقسام على العملية التعليمية في اليمن بداية أشكرك وأشكر جناتكم لتصليب الضوء على هذا الموضوع الحيوي والحام وأقول فيما ذكرت أننا للأسف الشديد هذا كلام صحيح وأنه لا شك أنه يؤثر تحكير سلبي على الجيل وعلى المستقبل وهوية المستقبل تعليم الأمة وهويتها نعم 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 أستاذ حسين نسمعك نعم فللأسف الشديد للأسف الشديد أنه فعلا عامين دراسيين في عام واحد وهذا لا شك أنه سيؤدي إلى متائج سلبية للغاية لمستوى تعليم الأجيال وهناك محاناة كبيرة وللأسف أنا أريد أن نتطرق إلى موضوع أن هذا العامين الدراسيين ما سميته أنت عامين دراسيين في كل أوضاع سيئة يعانيها أجافية المجتمع اليمني والمعلمين على وجه الخصوص سواء من حيث عدم تسليم الرواتب لمدة عشر أشهر حتى الآن ما سمحناها الأسبوعين الماضيين وما لمثلنا في بعض المحافظات بدء الشرعية لتسليم المرتبات وانقطعها في بقية المحافظات وخاصة التي تحت سيدرة الأوسي لك أن تتصور أن المعلمين لهم عام دراسي كامل لا يستلمون مرتبات كيف سيكون إنتاجهم لك أن تتصور أن مجتمع لا يجد لقمة العيش كيف سيجهز ولدين للمدرسة نعم ربما في المناطق الخاضعة لسيطرة المحافظات المحرة التي يتبع الشرعية تم صرف فيها الرواتب وإن كانت محافظة تعزي ربما لم تصرف إلا لشهر واحد فقط بعكس بقية المحافظات لكن ماذا عن المحافظات التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين هل المعلمون سيعودون للتعليم وإلى المدارس وأداء عملهم أم باعتقادك سيعتذر الجميع أو معظم هؤلاء المعلمين عن أداء واجبهم التعليمي في المدارس أخي الكريم بالنسبة للمعلم هو جزء من المجتمع اليمني تحت سيطرة الإنقلابيين وهو يعني لا حول له ولا قوة لكنه مع ذلك ورغم التهديدات التي تصله ورغم الاعتقالات وغير ذلك من المآسي التي لا تخضع عليكم على المشاهد الكريم إلا أنه خلال وخلال الأسبوع هذا الذي مضى لم يمارس مهاما وكان موقفه واضح معظم المعلمين في الأسبوع الماضي وصل الإضراب إلى حوالي 99% أو 95% وهذا تعبير واضح عن رفضه الشديد في عدم أدائه التدريس بظل عدم إفاء الجهات المسؤولة بالتزاماتها نعم أستاذ حسين كان يعني دائما ما كنا نشهد الحراك التعليمي نقابة المعلمين عند انتزاع أي حق من حقوقهم يقوم بالإضراب الخروج بوقفات احتجاجية بمظاهرات لكن هذه الفترة اختفت كل هذه المظاهر على الأقل في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيا ما هي الأسباب التي جعلت المعلم يخضع ولا يعني يرفع صوته لمطالبة بحقوقه في هذه المناطق الحقيقة بالنسبة للمناطق التي تحتفظت الإنقلابيين هي واضح يعني أنه لا يمكن أن تمارس النقابات مع أماها بصورة حرة لأن هناك تهديدات في أي ممارسة ستتم من هذا النوع سواء نضراب أو دعوة للإعتصام أو غير ذلك وهذا أمر لا يخفى على المشاهد ولا عليكم أنتم كإعلاميين وبالنسبة لضعف أداء النقابات في المناطق المحردة ويعود إلى الأوضاع الأيضان السيئة في المناطق التي تأخرت أكثر من عشر أشهر لكنها مارست النقابة مهامها في عدد من المناطق المحردة كتعز ومهارب وغيرها نعم طيب سلح حسين تكرم البقاء معنا نشرك معنا في الحديث من صنعاء الأستاذة علاء عبد القوي ردمان مساء الخير أستاذة علاء مساء النور مرحبا بك أستاذة علاء صفي لنا الوضعكم الآن التعليمية الآن العام الدراسي في المحافظات المحررة بدأ لكن في المحافظات التي تخضع على سيطرة الإنقلابيين لم تبدأ ما هي الأسباب؟ الأسباب واضحة أنه لم يصرفوا مرتبات لمدة عام كامل ونحن صبرنا العام الماضي بحقة أنه نحن في أزمة في عدوان منبرداتهم أن العدوان لا بد أن نصمد لأقل الأدوان نحن جبهة داخلية لكن هذا لا يبرر أنه لا يصرفوا مرتباتنا أكلوا حقوقنا بأكثر من عذر نحن صبرنا لأجل الصالب لأجل نكمل العام الدراسي السابق السنة الماضية لكن هذا العام لا ولا ولن نبدأ الدراسة حتى يصرفوا كامل مستحقاتنا نعم كم المدة التي الآن أصبحتم بلا رواتب أستاذ علاء؟ هم حوالي سبعة أشهر لأنه كانوا يصرفوا لنا نصف مرتب وسل الغرائية اللي يقولوا أنها نصف مرتب لكن السنة الغرائية هذه الزرائية مجحفة على المستهلك على المعلم لأنه ارتفع الأسعار نحن يعاملون بالقسام معاملة أخرى غير المشتري العادي نعم يعني يرفعون الأسعار عليكم حتى في هذه القسام التي صرفتها لكم الميليشي نعم طيب الآن أعلنتم أستاذ علاء في هذه المحافظات على الإضراب ولن تعودوا إلى المدرس حتى يتم صرف الرواتب هل هناك من تحرك ما لتوفير رواتبكم؟ سمعنا بأن الميليشي تريد إضافة مئة ريال على الغاز وعلى بعض الخدمات من أجل أن تسلم رواتب المعلمين بما يسمى إنشاء الصندوق صندوق الخاص بالتربية والتعليم لكن هذا الصندوق بيأخذ من أموال ما نحن لندفع لرواتبنا ما هذا آذب مهزلة نعم والشعب اليمني ليس يعني ما مش ناقص أنه فقه هذا كله تضعف وهم يضيفوا آلاف والآن يضيفوا مياه يعني هم بيخلوا الناس يخرجوا الثورة أكيد أكيد عليهم وهل تعتقدي أستاذ علاء بأن هذا الإضافة لمئة ريال على الخدمات وعلى الغازة وعلى النفطة وما شابه ذلك ستحل المشكلة؟ لا لا لن تحل المشكلة لأنها أهم أصلاً هم متعودين أنهم بيعملوا كذا شهرين بيغالطوا الوضع اللي حاصل هنا باليمن بيغالطوا المدرسين أهم شي يقولوا ريقلوا أنه يدعون نعم وهل تعتقدي سينجحوا هذه المرة مثل العام الماضي؟ لا لن نسكت لهم ضروري إحنا نتكلم ضروري إحنا أنه أنا أعترض لا نريد فلغ ذايا لا نريد شيء نريد رواتبنا فقط نعم تبدين أستاذ العلاة تتكلمين بثقة كبيرة بأن هناك ربما يعني إصرار كبير من المعلمين والمعلمات في هذه المحافظات بأنهم لن يقبلوا إلا برواتبهم ولأنهم لن يعودوا إلى المدارس حتى لو يعني بالقوة من قبل الميليشيا أو تم تهديدهم أو ما شابه ذلك قاموا خلال يومين باقتحام مدرستين الأجل نفتحن ونسجل ونسحب ملفات لكن لا أحد يرضى لا أحد يرضى لنفس لا إدارة ولا مدرسين نعم كلمتك الأخيرة أستاذ في معانا الآن بكرة أو بعدي معانا مسيرة ومكتب التربية بالأمانة ونروح وزارة التربية نطالب بحقوقنا هذه المسيرة من دعا لها أستاذ العلاة نقابة المهان ومجموعة المدرأة ومديرات أمانة العاصمة نعم هل أستاذ العلاة إذن كلمة أخيرة لك في هذا اللقاء توجهها سواء للميليشيا أو لإخوانك من المعلمين والمعلمات نختم بها تفضلي قفوا يدا واحدة أيها المعلمين والمعلمات لا نضخ لهم لا نسمع لكلامهم هذا مجموعة مصابين جاءوا يدعوا من محاربة الفساد وهم الفساد أصلا وعلينا بالصبر لا نرضخ لكلامهم ولا نضعف نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء عبد القوير أدمان كنت معنا من صنعاء إحدى معلمات أمانة العاصمة وعودة إلى الأستاذ حسين أستاذ حسين هل باعتقادك سينجح المعلمون وبقية النقابات المهنية والعمرية في صنعاء بالخروج كما تحدثت الأستاذ علاء من صنعاء شكرا جزيلا أخي هما سينجحوا بالضرورة لأن الوضع أصبح لا يطاق وأنت سمعت أن الأخت المعلمة كلام واضح وصريح وبالتالي أنا وأكد لك وأكد لك أن محاولاتكم هذه المرة ستنجح لأنه ما أعطوا فرصة كافية الإنقلابيين لأنه لا يستطيع أمر لا يطاق أن يمارسوا مهامهم في ظل هذا الوضع النقطة مهمة كنت أريد أن أوضحها لك وللأخوة المشاهدين حاولوا موضوع أنت سألت على موضوع أنه هل باينجح المحاولات فعلا سؤالك صحيح أنه هل باينجح ولا لا لأنه وضع لا يعني في وضع تعس فيه كبير ومنع لأي ممارسات وأنت سمعت من الأخت التي ذكرت مدرستين وهي مدرسة رابعة ومدرسة أخرى اكتحموها وبدأوا يمارسوا يكلفوا مدرسات من خارج يعني من خارج المدرسة بالتدريس بالقوة هذه المحاولات والتعصفات أنا متأكد أنها لن تنجح أمام إرادة المعلمين والمعلمات ومن خلال نافذتكم ومشاهشتكم هذه أنا وناشد جميع المعلمين والمعلمات أنا داخل عن حقوقهم لأن هذا حق مكفول شرعاً ودانوناً ودستورياً وكبيرتها حتى الشرايع حتى القوانين الدولية وغيرها نعم طيب سأل حسين تكرر نعم حقوق كريم أسمح لي ناشد أيضاً منظمات المجتمع المدنية التي تعني بحقوق الإنسان أن تتدخل بهذا الضرف ومنتهده وغيرها هذا أمر لا يطاق وهناك قضية أخرى يعني لا تتطرق إليها في برنامجك أو لا تتطرق إليها فيما يخص المناهج موضوع يجب أن يكون يعني محل اهتمام عند المسؤولين وعند المجتمع اليمني وأن يكفوا ضد أي أي عبس بالمناهج بقوة نعم طيب سأل حسين ابقى معي نشرك معنا في الحديث الدكتور علي العباب مدير مكتبة التربية والتعليم في مارب مرحبا بك دكتور علي الحقيقة الله دكتور ربما يعني لا يخفى الوضع عن وضع التعليم في المحافظات التي تخضى على سيطرة الإنقلابين العملية التعليمية لازالت متوقفة المعلمون مضربون لعدم صرف رواتبهم كيف جرت الدراسة في أسبوعها الأول في المحافظات المحررة وعلى وجهة تحديد مارب ولله الحمد العملية التعليمية في محافظة مارب تسير بشكل طيب عدا أن هناك إجراءات تعصفية في بعض النقاط الفاصلة بين المحافظات المحرضة والمحافظات الخاضعة للصغرة الإنقلابين مما أدى إلى تأخر بعض المعلمين ولكن ليس بالنسبة كبيرة وإنما العملية تمشي بشكل جيد إقبال الطلاب يجيب في الأسبوع الأول على 8% من إجمالية الطلاب تواجد المعلمين بشكل طيب العملية التعليمية تمشي في مارب وباقي المحافظات الجمهورية المحرضة بشكل طيب الكتاب المدرسي وصل إلى معظم مدارس المحافظة ما عدا عجل في بعض المحافظات التي تتبع مطبعات حضرموت المعلمين داخل مدارس ثم بناء طلاب تلقى العملية التعليمية الأمر والله الحمد تمشي بشكل جيد نعم دكتور علي بالنسبة للمعلمين ورواتبهم في محافظة مارب هل هي منتظمة تسير بصورة اعتيادية؟ طبعا تسير بصورة اعتيادية في كاسة مديريات المحافظة ما عدا مديرية حريب الغراميش التابعة التي رازالت تحت صيدرة حريب الغراميش التي رازالت تحت صيدرة الإنقلابيين وهي مديرية محاذية لمحافظة صنعا أما بضيئة مديريات المحافظة العملية التعليمية تمشي بشكل طيب تم توزيع المعلمين ورفع الخطط إلى مكتب التعليم تم توزيع الكتاب المدرسي من يومنا هذا رواسب المعلمين مستقرة وتصرف في الخامس والعشرين من كل شاء إذن التحدي الأكبر دكتور علي نعم التحدي الأكبر دكتور علي ربما هي الطاقة الاستيعابية لمحافظة مارب كما تعلم عدد أصبح منهم الآن في مارب يعني تجاوز الاثنين مليون بعكس السنوات الماضية كيف استوعبتم جميع الطلاب في مدارس محافظة مارب وأيضا كيف وفرتم المعلمين والمدرسين وأيضا المعلمات التي تقوم بملء جميع الفراغ في هذه المدارس طبعا لا يخصاك أخي العزيز والمشاهد الكريم بأن المازحين إلى محافظة مارب تمالك في فوق الاثنين مليون مما أدى إلى اكتباب المدارس والطلاب فعلى سبيل المثال في مديرية المدينة جاءت نسبة الطلاب عن الأعرام الماضي إلى نسبة 117% مما أدى إلى اكتباب بالفصول الدراسية بعاجل فيها الكهاتر التعليمي وعاجل أيضا بالتكاب المدرسي ولكن تم موادها الثالث من خلال فتح مدارس ثانوية في مديرية المدينة بما يدارب أربع ثانويات فتحنا مدارس للنازحين في الخانب وصلبة المحادلة صنعاء والجفينة تم توفير عدد كبير من الخيام والمداعب الدراسية لاستيعاب أبناء النازحين طبعا وفرنا عقود للمعلمين من خلال التواصل مع محافظة المحافظة الشيخ سلطان بن عيدة رادة أيضا بالتواصل مع بعض الليهات المانحة لتوفير عدد من العقود لتعطية العجب الكادر التعليمي لله الحمد العملية تعتبر تمشيه أعندر أقول بشكل جيد في هذه المحافظة رغم كثافة النازحين وكثافة الإقبال على عملية التعليمي دكتور علي هل تم استيعاب مثلا معلمين من الذين نزحوا من مناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابين وأصبحوا في مارب ولديهم القدرة على أداء عملهم في هذه المحافظة لا سيما في هذا الاحتياج طبعا التعادد الذي تكلمت عنه قبل ذليل هو مع إخواننا المعلمين النازحين من المحافظات الأخرى فلهم الأولوية خاصة في مديرة المدينة حيث يتكثف النازحين وهناك رفع بأسماء كثير من المعلمين إلى وزارة التعليم من الدكتور عبد الرأملس وزير التعليم الذي يولي هذه العملية اهتماما من إخلال رفعها إلى رئيس مدرسة الوزراء وبإن الله تعالى سيتم عالجة إخواننا أو وضع إخواننا المعلمين من المحافظات الأخرى باعتماد مرصباتهم بشكل مستمر وتحويلهم على مكتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة سواء مارب أو ضدية المحافظات الأخرى نعم شكرا جزيلا لك مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة مارب الدكتور علي العباب ونشرك معنا في الحديث من تعز الوسال عبد الرحمن المقطري مرحبا بك صلى الله عليه وسلم حياك الله بشير مرحبا بك صلى الله عليه وسلم أيضا أنتم في تعز ربما وضعكم مختلف على باقي المحافظات المحررة التي تشهد يعني يعني تشهد انتظاما كبير سواء في الرواتب أو في العملية التعليمية أنتم في تعز كنتم مضربون عن العمل حتى تم صرف راتب شهف الآن هل ستبدأ العملية التعليمية في تعز بصورتها الاعتيادية أم لا بسم الله الرحمن الرحيم العملية التعليمية إن شاء الله تعالى تبدأ من يوم غد كما جاء في طبعا تربية مدير التربية والتعليم وأيضا الاستجابة من دراء المدارس الذين استشعروا نسولية و يعني قالوا بأنهم سنفشدوا العملية التعليمية على كدار من يوم غد على أمل أن تأتي مرتباتهم بشكل مستمر ونحن في اللقاء الموسع النقابة المظلمة المسلمة المدني في هذا اليوم انتقينا بدولة الأخ نائب رئيس المزراء وزير خدمة مدنية والوصل المرافق له زائر لا تعز وطرحنا عليه يعني أن تستمر مرتبات المعلمين والموظفين بشكل عام وأيضا أن تستمر يعني استمر صرف مرتبات الموظفين في محافظة تعز مع دقية محافظة مهارة وكذلك جدولة صرف المرتبات للشهور السابقة التي لم تصل حتى الآن نعم وقد وعد خيرا نعم أستاذ عبد الرحمن المشاكل الأخرى التي تسبب لكم عوائق في انتظام العملية التعليمية أو بدأها في تعز يعني بعيدا عن الرواتب التي تحدث عنها في النقطة الأولى ما هي؟ طبعا هناك مشاكل أخرى تتمثل ب يعني مشكلة الخوف من الخضائف في مناطق السماس وأيضا صعوبة تنقل الطلاب في هذه المناطق نتيجة للوقوع يعني السباكات صورة مستمرة أو نتيجة لوجود الخبائف التي تنقل هناك أيضا مشكلة في قضية عدم إيصال كمية الكافية من الستباكات المدرسية وأيضا صعوبة انتقال الطلاب والمدرسين في بعض الأماكن نتيجة لتقطع السبل بسبب الحصار بالطلاب الحصي وبالتالي أحيانا لا يستطيع المدرس أو الطالب أن يلصر إلى المدرسة بسهولة وإذا ما يحتاج إلى أن يعني يلفل الطاويلة حتى يصل إلى المدرسة هل لمستم هل لمستم تعاون كبير من قبل الحكومة بممثلة بنائب رئيس الحكومة وزير الخدمة المدنية جباري ولفد الحكم الذي يوصل إلى تعز نعم نعم لمسنا تقاوب كبير في أكثر من جانب سواء في قضية المرتبات أو في قضية أيضا إخلاء بعض المدارس من السلحين أو يعني تسهيل كثير من الأمور وأيضا حال حالة كثير من المشاكل التي تخص المحافظة شكرا الأمين العام لنقابة المعلمين في تعز الصدر عبد الرحمن المقطري شكرا جزيلا لك وأعود عودة أخيرة إلى الرياض مع أمين عام نقابة المعلمين في اليمن الأستاذ حسين الخولاني أستاذ حسين تقييمك أنت أيضا لتعامل الحكومة الشرعية مع العملية التعليمية بشكل عام كيف تقييم يعني لا يزال يحتاج إلى اهتمام أكبر ما قامت بالحكومة نشكرهم حلي ولكنه غير كافي بالمرة لابد من لفتة كبيرة لموضوع التعليم سواء في ما يخص المرتبات أو في الوسائل الأخرى توفير كل ما يحتاج المعلمين أمر لابد من فهناك لا يزال في قصور كبيرة وأنا من خلالكم مناشد الدكتور أحمد هندار وزير رئيس المزرع على أن يكون فيه لبدة كبيرة للتعليم وخاصة فيما يخص إكمال أداء المرتبات المرتبات المعلمين نعم أشكرك جزيل الشكر أمين عام لقابة المعلمين هناك ملاحظة بسيطة تفضل أنا أشكركم وكرر شكري لكم على تفريض الأضواء وأدعو وأدعو وناشد من خلالكم كل الجنوات وكل وسائل الإعلام إلى تفليض الضوء على العملية التعليمية لأنها مستقبل جيل وأريد أن ألفت الأنظار فيما يخص المسيرة التي أشارت إليها الأستاذ أولاد بخصوص الدعوة إلى المسيرة يعني نحن نحن في نجاح المعلمين لم نتح فيها ولكن نؤكد ونبارك هذه المسيرة لأنها تحوى الحقوق ونشد على هذه الأخوة مدراء المدارس يامانة العصمة والمعلمين في المطالبة بحقوقهم بالطرق المشروعة شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين الخولاني أمين عام نقابة المعلمين في الجمهورية اليمنية والشكر أيضا لمدير عام مكتبة التربية والتعليم في محافظة ماربة دكتور علي العباب كما هو الشكر أيضا لأستاذ عبد الرحمن المقطري كان معنا من تاعز أمين عام نقابة المعلمين في تاعز والشكر أيضا للأستاذ علا عبدالقوي ردمان كانت معنا من صنعاء في اختم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة